مشاهدين التساعة صباح ندامة وعدة مع موجز لأهم الأنباء مع مينة الشرقاويت فضل يا مينة شكرا جمانة أهلا بكل مشاهدين التساعة بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن شكره لأبطال موسى سليل اختيار والعائدون مشددا على أن ما قدموه هو عمل كبير لصالح أبطال وشهداء ضحوا من أجل مصر وفي مداخلة خلال مشاركته أسري وأبناء الشهداء احتفالية عيد الفطر المبارك أكد رئيس السيسي أن التاريخ لا يمكن تزيفه ولا تشويهه لافتا إلى أن ما عرض في مساسة الاختيار قليل جدا أمام ما بذل من جهد في أصعب الأوقات وما زال يقدم وطلب الرئيس السيسي المصريين بالمحافظة على البلاد من أهل الشر وكشف الرئيس السيسي خلال كلمته عن تعرض الجيش لثلاثة تهديدة مباشرة بالتخريب من جماعة الإخوان تعهدت بريطانيا بمد أوكرانيا بمساعدات عسكرية إضافية تبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين مليون دولار لتشمل معدات حرب إلكترونية ونظام رادار مضاد للسواريخ وذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن المساعدات ستشمل أيضا مناظرا للرؤية الليلية وأدوات للتشويش على نظم ملاحة الأقمار الصناعية وطائرات مسيرة للرفع التقيل لإعادة إمداد القوات الأوكرانية وسيارات مدرعة للمسؤولين المدنيين أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على موسكو ستتضمن إقصاء مصارف روسية أخرى من نظم سويفت للتعاملات المالية الدولية وأضف بوريل أنه يجرى العمل على إعداد اقتراحات تتيح الحد من واردات الطاقة من روسيا ولا سيما النفط أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي موافقة حكومته على حزمة تحفيز جديدة قيمتها 14 مليار يورو وذلك لحماية الشركات والأسر من الآثار الاقتصادية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأكد دراجي أن الإجراءات لن تؤدي إلى زيادة عجز الميزانية في إيطاليا هذا العام وستمول جزئيا عن طريق زيادة ضريبية تفرض لمرة واحدة على شركة الطاقة أكدت ممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي أن جميع الأدوات متاحة للتصدي الارتفاع التضخم ومنها خفض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية وشددت ممثلة التجارة الأمريكية على أن أي أدوات ستستخدم لمعالجة التضخم ينبغي أن لا تقود الأهداف المتوسطة المدى لبناء اقتصاد عالمي أكثر مرونة واستدامة أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين أن البر الرئيسي سجل 6074 إصابة جديدة بفيروس كورونا من ضمنها 384 حالة ظهرت عليها أعراض لترتفع حصيلة الإصابات بالفيروس في الصين إلى 217 836 حالة وأشرت اللجنة في بيانها اليومي إلى تسجيل 20 حالة وفاة جديدة جميعها في شنغهاي لتصل الحصيلة الكلية للوفيات إلى 5112 حالة ورياضيا فاز مانشستر يونيتد على ضيف بريندفورد بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أولد ترافرد ضمن اللقاءات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي سجل ثلاثية اليونيتد كل من برونو فرنانديز وكريستيانو رونالدو ورافاييل فاران وبتلك النتيجة رفع مانشستر يونيتد رصيده إلى 58 نقطة في المركز السادس بينما تجمد رصيد بريندفورد عند 40 نقطة في المركز الرابع عشر أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا استبعاد روسيا من بطولة أوروبا لسيدات المقررة في يوليو وكذلك من التصفية المؤهلة لكأس العالم المقبل في أعقاب العملية الروسية في أوكرانيا كما أعلن اليويفا أن روسيا أصبحت غير مؤهلة لاستضافة بطولة أوروبا لرجال في 2028 أو 2032 وقال الاتحاد الأوروبي إن قراره باستبعاد روسيا يتمشى مع لوائحه التي تنص على أنه يجب على كل مقدم عرض ألا يتصرف بطريقة قد تؤدي إلى تشويه سمعة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أو اللعبة نهاية موجز التساع عودة الاستكمال الباقي في قرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل